لما بتقول لي 8-9 لعيبة المفروض الزمالك وضموهم الموسم القادم أفتكر على طول اللعيبة اللي ضمها الزمالك في الصيف ولي ضمها الزمالك في الشتاء وضم عدد كبير من اللعبين وعشان أكون منصف يعني منصف جدا راجل أحمد بالحاج ده كان متعلق جدا في أسوان عامري سيسي كان متعلق جدا في طلاق الجيش مصطفى الزناري كان مدافع جامد جدا في طلاق الجيش مصطفى شاربي كان جامد جدا في إمبو مصطفى شاربي تحسن كثيرا الفترة الأخيرة وبقى مؤثر جدا مع نادي الزمالك بس ما يعني هتجيب مين تاني يعني فين التمان تسع لعبيلي التانيين ما انت هتجيبهم وفي الآخر ممكن يتلاقوه زي دور مش بقول نمو عشين ايوه اقول نمو ما مشيوش مع الزمالك او ما بقى فيش توفيق ما انت مش كل العيب هتجيبه انت بجيب أحسن العيب في النادي اللي كان فيه صح او في المركز اللي موجود انا فيه واحد دين تلاتة انت وطم شوي بتجيب واحد ما فيش واحد يبقى فيه اتنين فانت قرد بتيختار من احسن تلاتة لعبة كويسية صح فكون ان هو مش كله هيجي بقى طبيعي يعني ما فيش في السلة هتيجي كده المصري بتاعك كله يبقى الناس هتتوفق الناس هتاخد وقت الناس لقى من الاول ما فيش توفيق واحد من اول اسبوع يمشي كويس واحد بعد موسم يبقى كويس يعني انت لو بتفتكي الاشف من شرق اول مسلم ما كانتش موجود ايوه ليه زيزو ليه مهم جدا زيزو انا منسى زيزو فهي بتبقى يعني ده توفيق توفيق بقى بس وبرضو امتى ان انا اتاقلم امتى اتاقلم هل انت بعد دي بقى برضو في الشخصين نفسها الشخصين تلاعب نفسه في الشخصين بنتبنلك في الاول يعني في لعيبة اه في لعيبة كده في لعيبة ما تفعش لا طول مش هستحمل ضغط الزمان عايزين تكسب كل شوية وعايزين يتشاءت شتم عادي بالضبط ايه كتشخصية مش قادر يستحمل الضغط الجماهيري والضغط العصب بتاع نادي زمايك والاهلي هما دول ما ينفع وفي ناس لأ في ناس بقى عندها برود شوية فبتاخد وقت شوية واحد اول ما ينزل ينور يخش فهي هو التوفيق في الاخر بس في التوفيق في الاخر